اشتركوا في القناة جمعية الوطنية للتعليم التدائي وجمعية الوطنية للتعليم التعليلي وجمعية الحراس والندار كتجي احتجاجا على سياسة صم الأدان للوزارة والتربية الوطنية ودعوة للحوار جدي ومسؤول مع الجهات المسؤولة للصعيد المركزي من أجل تنفيذ أو من أجل استجابة للبرامج للمطالب الملحة والمستعجلة وهي مطلب الإطار أولاً ومجموعة من المطالب الأخرى ولكن أهم مطلب هو أولاً فتح حوار جدي ومسؤول مع الجهات المركزية المسؤولة ثم الإطار لأنه لا يعقل أن جميع الهيئات تعتبر أنهيئات عند إطارها بمهام محددة إلا فئة المديرين وفئة الإدارة التربوية التي تشغل في مجموعة هذه المهام للا تعد ولا تحصل كانت واجدوا الآن مدينة تطوان أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كانت واجدوا في واحد الوقفة كتجي في إطار التنصيق بين جمعية الثلاث جمعية الحرس العمون ورأس الأشغال والنضار جمعية السدائي الإعدادي السنوي كافة الجمعية المطالب دينا معروفة لفتح باب الحوار مع الوزارة والي طالبنا به ميراران وأرد الكرامة والاعتبار من رجل الإدارة التربوية كانت نحضر هذه الوقفة اليوم كوقفة أمام الأكاديمية الجهوية كباقي أكاديمية الجهوية بالمغرب تنفيذاً لبرنامج النظار للإستراتو الجمعية الثلاث الجمعية المديرات ومديري الثانوية العمومية الجمعية المديري الابتدائيات بالمغرب ثم الجمعية الحراس والنضار العامين بالمستثلات العمومية طبعاً هذا تنفيذ هذا البرنامج نظراً من مجموعة من الحيف التي تتخص بالإدارة التربوية بشكل عام والمهام التي كانت زايد في حين أن الحوار التي كانت تلبناه منذ 2010 والتي كانت بوادر ديالغات تنفيذي 2011 إذ بأن الإدارة أو الوزارة وقفت جميع الحوارات التي كانت ممكن تحل هذه المشكلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر